الكويت لها حوبة واللي يبوق حلالها ويلعوزة هلها نهايتها سودة هالبلد الله حافظها ياما مرت علينا رؤوس فساد باقة البلد والعبت بمقدرات الشعب اليوم وينهم؟ كلهم انتهوا وحتى ذريتهم ضاعت وفلوسهم لا أثر لها وراحت فلوس الحرام ياما ناس حاولت هذه الكويت والضرءة الكويت وهلها صاروا عبرة للتاريخ الله سبحانه وتعالى حفظ بلدنا وياما ناس يكرهون هالبلد حاولوا يحتلونها لكن انتهوا وانتصروا أهل الكويت كلنا نذكر معركة الرقة وشون بني كعب اطبعوا بالكويت لكن الله سبحانه وتعالى نصرنا ونصرها لها مرت على هالبلد الكثير من المعاسي حاولوا العثمانيين يحتلون الكويت لكنهم فشلوا حاولوا البريطانيين الألمان والروس والبصرة بفرض إرادتهم على البلد ويحتلون الكويت لكنهم فشلوا بينين الثلاثة سوار حتى نحافظ على الكويت بينينها بياد ياهل الكويت الكل شارك من أهل الكويت في بناة الثلاثة سوار والله حفظناه مر علينا اليوع الطاعون ومع ذلك الله حفظ الكويت وهلها وشوخة كانت أكبر طامة غزو الكويت وخلها سبع شهور فالله سبحانه وتعالى رجعت الكويت كما كانت وحلة اللي بقوله بالمختصر الكويت لها حوبة واللي يبوغها ويبوغها مالها يضيع واللي حاول هذه هلها يختفي ومن ياخذ فلس الحرام وهي أموال الشعب ينتهي هود الريتا الله بارك في هالبلد لطيبة هلها وحبهم الأعمال الخيرية ولفزعتهم لغاثة الملهوم البعض يقول البعض الفاسدين قاعد يبوغون وما حد يحاسبهم أقول صحيح لكن فضله سبحانه وتعالى ينتهون وحوبة الكويت جدامهم ونشوف نهايتهم وسوء خاتمتهم أختم الكويت لها حوبة الرسالة وصلاة أتمنى تكون الرسالة وصلاة أدعو الله أن يحفظ الكويت ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال فاصل وارجع لكم